أنت عندك مشكلة أكبر ها؟ أنا عندك مشكلة أكبر بكتير في ضرب القصر المناكير؟ أنا عندك مشكلة أنا هاجي لا يعني من مرات القليلة أنا هقول إيه؟ هل أنا دوري النهاردة في هذا البرنامج اللي هتحسب عليه من الناس اللي حطوا ثقاتها فيها ومن ربنا أولا وأخيرا طبعا شبحانه وتعالى أنا أحلل القصة بس؟ أكيد لا أكيد لا طيب هو في حل؟ لا أنا أمارة في حياتي شوفي إحنا وبعض بقى الناس سنين أمارة تقولي كده ليه بدأت حواري كده؟ أولا لأن القصة مركبة جدا جدا إحنا مش أول مرة نتعرض لقهر أسري القهر الأسري هو أساس المشكلة أنا شايفة إنه في قهر أسري وقهر مدي يعني أنا فكرت قبل ما جي الحلقة أكلم يعني مثلا أمينة المرأة صديقة في حزب أنا أنتمي إليه أني أطلب منها المشورة أو المجلس القومي للمرأة دلوقتي وأنا حتى أنا عايزة بقول الأرقام في آخر الحلقة وأقول لهم يعملوا إيه لأنه بقى فيه أسم أس وبقى فيه أرقام نكلمها بس خكرت أقولي حاجة ما عايش في مبادرة لم الشمل من الأظهر الشريف فيه كتير قوي كل ده بقى أنا حقوله أو قلناه خلاص أخذ مننا ثواني تفتكري شخصيتها هتعمل كده لا الحلول اللي أنا كنت ممكن أقدمها لها أنك يا بنتي من أول مرة تضربتي سواء كان من باباكي من أخوكي قبل ما تتجوزي كان لازم تلجأي لشخص ما محامي شيخ أول كبير بتاع البلد كبير بتاع البلد كبير بتاع العيلة أكيد فين مامتك واني ممكن أسألك حاجة فين خالك فين عمك فين جدك كانوا وقفوا لمامتها بس أنا عايزة ألك الحاجة هو لما البنت تتضرب في بيت بابا طبيعي أنية تتضرب في بيت جزء حتى لو هو ما يعرفش أن أنا اتضربت أو بضرب ده هنتكلم فيه وحنا بنحدل القص أرجوكي عشان أنا مدي أكتر حاجة غايزة لكن أنا بس عايزة أفكر معيكي بصوت عادي أنا مطلوب بني ألاقي حلول الحلول أنا هقولها ولكن من إحساسي بالأنرجي اللي جاية لي من صاحبة القصة إنها مش هتعمل حلول هي شخص وقع نفسيا مهزوم من الظهر والسند الأب والأخ الأم لحولها لقوتها إلا بالله لما اتكلمت قبل كده في حلقات سابقة عن قوة قانون الجذب وقوة العقل اللواعي وإنه باختصار شديد إن العقل الواعي هو المزارع بتاع الأرض اللي بنزرعها فإحنا طول الوقت اللي بنركز عليه وبنزرعه وبنحصده عايز أقولك على حاجة تاني هي اللي خافت منه كله في حياتها حصل زي ما بيقولها بالبلد دي كده إنه نصيب الأم بيتورس للبنت هل ده حقيقي؟ لأ يعني ده أمثالنا وعاداتنا وتقاليدنا هو الحقيقي جدا يعني إن كل المخاوف حظي هيبقى أحسن أمامتي هلوقتي هعرف لك إيه هو الحقيقي علميا كل الأشياء اللي إحنا بنعاني منها في الطفولة معاملة الأب معاملة الأم معاملة الأخ معاملة المدرسة معاملة مثلا حد في بيوت بيبعندهم شيخ بييجي البيت مرة في الأسبوع يعلمنا حاجات يعلمهم آه قرآن ده شخص بيؤثر جدا في حياة الأطفال جدا يعني إيه بيؤثر بإيه يؤثر سواء لو هو راجل صالح وكان أسلوبه لطيف الأطفال دول هيتلعهم فقلاش عمهم نوعا هيحبوا الدين لكن لو كان بييجي أقول لهم كلام فيه تخويف وفيه ترهيب وفيه عقاب وفيه عقاب ويسخن الأهل ده ما حفاظش ده ما عاتش هيتكره وحيتستغفال العظيم وهيتكره الدين ترجمة نانسي قنقر